لمحبي كلمة الله ولا داريس الكتاب نتوقف كثيرا عند أعمال سبعة ستة وخمسين أعمال سبعة ستة وخمسين في مشهد رجم استفانوس وهذا المشهد يسبب التشجيع لكل من يتألمون لأجل اسم المسيح الآن ويضطهدون وقد يتعرضون للقتل في مشهد يراه من يتعرض للقتل لأجل اسم المسيح استفانوس شافه قال أني أرى السموات مفتوحة وابن الإنسان من هو ابن الإنسان المسيح قائما عن يمين الله ألم يأتي المسيح كإنسان لكي يموت فقط نعم أتى المسيح كالإنسان وابن الإنسان لكي يموت لكن لم تنتهي القصة فقام من الأموات كابن الإنسان صعد إلى السموات كابن الإنسان لكي يمهد لوصول الإنسانية إلى السماء يعني عندما قال المسيح في يوحن 14 أنا ماضي لو أعد لكم مكان كيف أتى المسيح وذهب إلى الصليب لكي يعدانا نحن للمكان لكن الغاية دلوقتي كان يحتاج الأمر إن المسيح كأمن الإنسان يدخل السماء كإنسان لكي يعد المكان للصغبال الإنسان لأن بيت الآب ما كان سكن الله مثلث الأقانيم أزلا أبدا لا يدخله إنسان لكن عشان أدخله أنا كإنسان دخله المسيح كإنسان علشان يبعث روح القدس يوم الخمسين ويكون الكنيسة ويكون هو رأس الكنيسة وإحنا كبشر ندخل السماء بس في ثوب جديد كنيسة المسيح جسد المسيح فرأى استفانوس المسيح كابن الإنسان قائما عن يمين عن يمين الله وأنا بشوف قصة يمين الله دي في منتهى القوة لأنه كانت المحاكمات البشرية المتهم يقف عن يسار القاضي والمدعي يقف عن يمين القاضي ويظل المتهم عن اليسار والمدعي عن اليمين لغاية ما تثبت براءة المتهم ينتقل إلى اليمين أو لو كان ثبتت إدانته يظل في اليسار فالمسيح تبارك اسمه في المحاكمات ربما أفوه عن اليسار كمتهم لكن مرارا يقول عن نفسه ابن الإنسان يكون عن يمين القوة انتهى الوقت الذي ثوف يكون فيه المسيح متاهما ويأخذ دور الإدعاء ويدين المسكونة بالعدل هذا ما رأى استفانوس جالسا في يمين العظمة صائرا أعلى من الملائكة بمقدار وهو جالسا لكن كمان هنا رأاه قائما طب هو جالس ولا قائم هو جالس لأنه أكمل العمل لكن قائم لاستقبال لاستقبال الشهيد الشهيد وهو قائم لاستقبال أي إنسان الآن لأجل اسم المسيح يتألم لأجل إلي اسم المسيح قد يفقد حياته المسيح بنفسه يرحب به في ذات اللحظة اشتركوا في القناة